مرحبا بكم في قناة دي دو سميدي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سميدي هان شاء الله سوف نقدم لكم واحد القفص نموذجي يعني متصميم ديالي بغيت ناخد الرأي ديالكم يعني انا كنت صوبتو لكن خدمت في بعض الارانيب ولكن من بعد حيت الارانيب تباعوا لي شي ارانيب ولكن دابا حان الوقت اللي ردي نخدمو ان شاء الله انا وجدولي شي ارانيب كما كتشوفو هادورا مجدولي هاد متوت يعني خاصني دابا ضروري انني نستعمل هاد القفص يعني هاد القفص حاولت انني ندير فيها واحد اه تسميم ديالي خاص بيا وبغيت نوري لكم الناس اللي يقولوا لي بغينا قفص نموذجي بالنسبة للعلو والطول ديالي وش حال من الولادة فيه هاد ارى قفص اه يعني نموذجي لخمسة ديال الولادات هانتو مكين واحد اثنان ثلاث اربع خمس ولادات اه تسميم ديالو كيفاش اول العلو عالي بخمسة وثمانين سنتيمتر يعني بالنسبة للعلو ديالو هانتو مكين ما كتشوفو اليد ديالي يعني قد الوقفة ما كنقولو قد الوقفة بالنسبة للعلفات كتتعطي الاكل من برة هاليو العلافات يعني نصانعهم راتي يعني تصانعهم ياداوي بسيط ولكن فعال هدا العلافة كتتمد الاكل الداخل كما كتشوفو يعني كتترمي الاكل من هنا وكيبان هوا من الداخل يعني سينا شي غادي تتحلى ليهم وتكتعطيهم الاكل من هاد الجيهة انما كتعطيهم غير لها برة انكين اراني بلي كيكون كي اديو يعني انتكتعطي الاكل من هنا من هاد الجيهة وهما كي ياكلون من هاد الجيهة بالنسبة للطولة غالفانيزاهي يعني اراني فاصل بيناتهم لانا باختراس كيكون واحد السلك من هاد النوع مثلا اه يعني ما بين ممكن انها تخشي الصبع ديالك هكا جربتها يلمشي سي تفصلت لي بيناتهم هناك يبقاهم ياكلوا بعضياتهم كيبقاوا ياعدوا بعضياتهم اما بالنسبة لهاد الطريقة هادي هادها طولة غالفانيزاهي وصالح انا جربتها في الصيف لمشتا يعني الناس اللي يقولوا لي اللي هاد الطولة هادي غادي تسخن معها في الصيف انا جربتها مكتسخنش لاناها عالية على الارض بخمسة وثمانين سنتيمتر ما غاديش تسخن بالنسبة للشبيك هاد الشبيك هادا انا كيتباع بخمسة وخمسة ندلهم للمتر كاري الناس اللي بغاوا يسولوا على هاد الشبيك هادا اسم دياله غالفانيزاه يعني هادا شبيك غالفانيزاه كما كتشوفوا العوينات ديالهم هنا فيهم سنتيمتر بحيث اننا فيهم جوج ميزاج انه الارنب ممكن انه مي وخيكون يعني غي يعني الله مولود ما يطيحش ما يطيحش هنا ايا وفي نفس الوقت انه ذيك الزبيلات ديالهم وفضالات ديالهم كيطيحوا يعني ايه واسيلة حدو حدين بالنسبة الولادات هادا 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 جيها هاي كتسد هنا ايا فتعطيهم مكتب من هنا وتسد بها الطريقة هادي يعي سلك ولا اي حاجة المهم المهم كتسدها بها الطريقة هيا هيا صافي كتسدها بها الطريقة للجيها الاخرى اسمو كاين بحاول انا ندير واحد هنا ايا باش نقدر نطل هنا اياه ما هي الا طلالة وهتلفيش هادا نديرو على حساب ممكن انه استعملوا هادا هادا الولادة وتديرو هنا اياه واحد عازل اللي غادي يمنع ما بين هنا هادا هادا جيها ديال الولادة وهادا جيها ديال الام هادا هادا ممكن انه احنا في حالة واحد لقيتها اا نقولوا اا بغيتوا انكم ديرو يعني الرضاع الحبيثة كتخشي واحد خشبة من هنا وممكن انكم تدخلو النطوة ديالكم هادا جيها اللي هي عندها باب خرب انتوما هنك تشوفوا هده باب آخر اللي كي يدي الجهة ديل الولادة هالجهة ديل الولادة ما هي إلا شبيكة بحد هادي شبكة عادية مربوطة هنا يخليت لها فراغ ونربط هبس بالأسلاك هيا هنا يا منهم نفسين منهم نفسين منهم أنهم محميين قادية ديل الباب ديلهم باب بسيط يعني رغي مشي بتسرك هنا مشي شي حاجة هاو وندرت هاد الشبيكة هنا بنعاني باش أنا الراقب كي تشجي هاتين من هاد جام يعني لمشيت تدرت وحد خشبة هنا يا يعازل ما بين هنا وهنا ومقان دخل نتوى أنها تردع هذي كي الرضاء الحبيثة هذي تردع يردعو منها الصغار ديلها بزز منها هادش ياده دول دول الفكرة ديلها ممكن أنني نحضيها هي أشن دايلة وممكن نحضيهم هما أشن دايلين يعني هادرس هاد شبيك منها وهاد شبيك منها الشبكة هادية راضية المناعن عادية كتدير خمسة درهم بالجملة ستدرامونس كتدير كتباع يستدرامونس كتباع خمسة درهم شيتهم بالجملة هذي شبيكة هنتم رشو شوف بعوينة ديلها رمزيانة باش يقدروا الصغار أنهم يتنفسوا بالنسبة العدد للولادة ستدرامونس كتباعونس 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 وهذا يقدر يكون فيه واحد جوجمتر جوجمترو صافرة كافية وعادرة فينا بلصة الخوية ديال الشبكة هاي هنا غديتقام لكم الخاص يعني مشي جوجمترو ممكن أنه متر ونص يعني كافي له كامل بالنسبة للناس هاد يقولوا لي العلو العلو ديال من هنا للعناية هاد العلو اه انا درت فيه اه خمسة وثلاثين سنتيمة ممكن تديرو فيه تار ربعين سنتيمة اشي مشكي غي اه الفكرة ديال هاد الشي كامل وهو أن يكونوا عندكم بلاسة ديال الولادات يعني كتطلوا عليها بلاسة ديال الولادة عندكم العلافة ديالها مشي تديرو العلافة من داخل وتقا تقاديكم الارنابة هنا تديرو العلاف من هنا على برا كما كتلاحظوا وهي كتتكل من داخل بالنسبة يعني البلاسة اللي غديت تولد فيها كتكون من هات الجيهة بحد عندها بيبان بحدهم هاد كلهم بيبان لحظوا واحد جوج ثلاثة اربعة ها هي خمسة يعني اه انا علش دي با بغيت نوجد هاد هاد القفصة هاد لان جائحان الدور دياله لان هاد هاد نتوات رابدوكي وخار ان هم صغارين يعني لحظت ان هم بذوكي كيتزوجوا حني معا مو حد ذكر دي بغسني ان نحيلهم من تماء ونجيبهم لهاد الجيهة هاد اه لا احتجتوشي تفسير ولاشي حاجة منها من فالقفص هاد هذا راح تلقفصنا مو دهجي للغاية يعني اه حقيقة خيص في السمن ان الطولة غالفانيزية الطولة هاد انا خيصها مغاريه هذا راح تدير 12 فرنك المتر كاري وعاد كينا الرقيقة هادية حيث غليظة اللي هاب دير هاد سنة هذه راح غليظة اما الرقيقة راح تدير 80 دلم 85 دلم المتر كاري يعني كون الناس اللي اللي لا مقدروش انه مي صنعو بحال هذه الحويةجة ممكن انهو يشري السلعة ويديها لحداد يعني للصدر ويعطيه هاد الفكرة يقوله انا يبغيت هاش مبغيت هال مقاييس ني عندي كل واحد ممكن انه يكون عنده واحد استحقي صغير ممكن يدير منه غيجوج من هادو غيجوج بلادات صافي ودير رجل هنايا صافي وهاي عندك قفص نموذجي بالنسبة للفضلات الناس غادي بقول لي الفضلات كيفاش غادي نديرو لها الفضلات وهي هاد الميكة هادي هادي ميكة هادي 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 السقار هنايا تحت منه يعني تحت من هاد القفص هادا وغادي نجيب سطل كما هادا سطل ولا هاد سطل بس هادا هاكا وغادي نحطه هنايا وغادي تدير هنايا الميل يعني هنايا هادي تربط هنايا تربط يعني الميكة هادي 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 ها سوف يمكن انكم تخلصوا منه اذا قفصنا موداجي اخذوا الفكرة انا اريدكم هذا الفيديو باش تاخدوا الفكرة ممكن هنا لا تديروا هذا الشي ممكن تديروا يعني غي بلاسيك من الفوق مش مشكلة يعني من الفوق هدي غي كباب باب ممكن تديروا بالخشاب ممكن كما قلتكم اللي مهم وهو هاد هاد الشبك هاد خاص ضروري يكون لانه هو اللي كيساعد الاني ما كيعدبهاش بالعربية في نفس الوقت كي طيحوا الفضالات في نفس الوقت ما يتخشوش اللهم رجليهم ما يحصلوش اللهم رجليهم سنتيمتر هاد الشبك هادا ممكن انكم تلقاوه غالفانيزي غالفانيزي المعنى دياله انه ما كيصديش وخات ترشفوا منه الماء مثلا انه دباه كان نقيه هاد 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 طولة هاك نقب عليها هكا ما غديش تصدى علاش انه هادا ماشي حديد ره ماشي حديد هادا هاد طولة غالفانيزي وهاد الشبك تأوه غالفانيزي هادا ما كيصداش وخات وخات تكب فوق منه الماء ما كيصداش اذا ما كيصدار حتى غالفانيزي هاده غالفانيزي هاده مربع هاده هاده في سنتيمتر ماشي جوس سنتيمتر grams وماشي نصف سنتيمتر يجيب مقياس خار من غير هذا لا يستخدم له هذا المقياس هو الذي يستخدم سنتيمتر اذا هذا هو الذي يستخدم قفص اي واحد ممكن يستخدمه الطاولة هذه تمشي كامل هكا وقد تضي الافتيحات هنا وقد تجيب العلاف هكا وتركبها هنا وكي يأخذ الارنب من الجهة الاخرى اذا اخذوا الفكرة وشرحوا هالشي سدور الناس اللي يقدروا يعني يصنعوا بيدهم لا شي شي حاجة مطرقة لا مول ادوات بسيطة ممكن انك تصنعها بالقفص ما قد ديتوش ممكن انكم تشرحوا الفكرة لا الواحدة اختصافي يعني عنده لامول عنده المسائل دياله اللي كي يصوب هالشي وديروا معها الثامن وان شاء الله يكون الخير اذا الفكرة ديالي هي هالي الفيديو ديالنا رسالة كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة ديال بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف على التعاليق طيبة ديالكم تكيو على زر جام ما تنسوناش بزير جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة